السلام عليكم ازايكوا احلى متابعين في الدنيا معاكوا عبيل من قناة منوعات بوتا لاخبر الفن والفنانين والمشاير واحدث الترندات على السوشيال ميديا كل رجالة بتحبني معادة هذا الشخص ياسمين صبري تفاجئ الجميع بتصريحات مسيرة حلت الفنانة ياسمين صبري ساعات الماضية ضيفة ببرنامج الحكاية مع الاعلامي عمراء ديب حيث كشفت عن اسرار حياتها الخاصة وخلال اللقاء قامت ياسمين صبري بعدة تصريحات منها اي راجل يتعامل معايا يحبني انا تحب الا لو كان هذا الشخص الشيطان ياسمين صبري تفاجئ الجمهور بتصريحات مسيرة وتابعت الشيطان هو الشخص الوحيد عديم الانسانية هو من لا يحبها اللي هو شيء سيء جدا للاخر 100% واشرت ياسمين انها مهتمة بنفسها ثم نفسها حتى ان تأتي بحاجة مناسبة تقوم بالاهتمام بها بعد ذلك وعن رأيها عن الانتقام قالت الانتقام ده تضيع وقت وبيعبر للشخص الاخر اني انا مهتمة بيه الانتقام ده غباء تابعت ياسمين ربنا انا عمالية بالشكل ودي حاجة محدش يقدر ينكرها الشكل سعيدني في ان اكون وجهة للعلامات التجارية وانا كملت ده بالاسلوب واللبس والثقافة والثقة تابعت كلامها بشوف كومنتات ناس بتقول هي بتصرف كل الفلوس دي ازاي واللي مش عارفينه اني مش بصرف جنيه واحد لما بيكون الانسان وجهة بيكون علامات تجارية بتقوله انا عايزاك تبقى سفير لي الست دي عايزاها تمثلني وتكون السفيرة بتاعتي لانها بتدي انطباع للعلامة التجارية اللي هي سفيرة ليها او طلبينها فيها وانا بعمل دعاية بطريقة غير مباشرة لان الاعلانات المباشرة دي اللي هو بالغصب وبالعافية كانت زمان والناس هتفر من المنتج وعن الطائرات قالت الطائرات الخاصة اللي بركبها دي عقود شغل والطائرات ما بتعملش انسان الانسان هو اللي بيعمل الطائرات ودي ممكن تتحط على التيك توك واضفت بقى ياسمين محدش يعرف انا عندي ايه في البنك عشان يقولوا لحق تعمل كل ده ولو انت معايا في الفيديو الهنا يبقى اكيدا عجبك ولو عجبك اعملي لايك وشير وسبسكرايب بالقناة عشان توصلك فيديوهاتي من اخر اخبار الفن والفنانين والمشاير واحدث الترندات على السوشيال ميديا وشرفني تعليقك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة